مرحبا بك أعزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك كلمتين في ثلاثة والكلمتين دولة في الثلاث دقايق عايز أقولهم لك بس ما تزعلش لأنه ده واقع كلمتين النهاردة بعنوان أعداء صليب المسيح ولما تسمع أعداء صليب المسيح بتوقع ناس من أديان تاني لكن دولة ناس كانوا داخل المسيحية اسمع ما هو مكتوب في رسالة فيليبي وصح ثلاثة بيقول رسول بوليس لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح كان بيحذر منهم وكان حاسس بيهم الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات إذن من هم أعداء صليب المسيح أعداء صليب المسيح بيبقوا داخل الكنيسة داخل المسيحية في كل زمان ومكان وكان الرسول بوليس يحزن منهم والآن أنضى أيضا تحزن حينما تجدهم وأخاف أني أنا أو أنت تكون واحد منهم مش أعداء صليب المسيح معلقين الصليب على بيتهم وعلى صدرهم وعلى ساعتهم لكن لا يطبقون الصليب على حياتهم ما هي صفاتهم؟ الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفكرون في الأرضيات يعني إلههم بطنهم؟ يعني يقولك العمل عبادة أنا بأكل عشان أعيش أنا بعيش عشان أكل يعني شهوات الأكل ويقولك أنا معليش أنا مضطر أخذ رشوة علشان أكل عيالي معني ربنا يعيشه إلههم بطنهم بيعيش علشان يأكل مش بيأكل علشان يعيش ومجدهم في خزيهم يحكي لك على نجاسات ومخدرات وقذورات وعلاقات وإدمان ويفتخر مجدهم يعني المجد أنا عملت كذا يا عم دعار ده حتى عيب عليك لا ده مجد أنا شاطر في النجاسة أنا بأقدر أشرب إزاستين ويسكي مش عارف في ليه الله الله ومجدهم في خزيهم الحاجة الثالثة يفتكرون في الأرضيات طبعا في رسالة كلوسي إن كنتم قد خمتوا مع المسيح طلوبهم ما فوق بتفكر في السماء زي الترنيمة اللي بتقول لكن أنا مش من هنا قال ليه وطن ثاني لكن دولة عارف بعيد عنك كلب عادة إلى قي وخنزيرة مختسلة إلى مرغة الحمق في رسالة بوت رسولة سولة الثانية صحيح اثنين الخنزيرة دايما الرقبة بتاعتها كرفت كده عمرها ما تبص الفوق ما تبص التحت يفتكرون في الأرضيات وصلي ألا تكون عدو صليم المسيح بل أن تفتخر بالصليم قل له ما تجعلش إلهي بطني ولا مجد في خزي ولا أفكر في الأرضيات اجعلني سماوي أتقابل معك مقابلة خاصة أتركك إلى حلقة قادمة برنامجة كلمتين في ثلاثة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة